السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثالث متوسط وصلنا صفحة 24 أخذنا تأكد من فهمك واليوم إن شاء الله سنأخذ تدرب وحل التمرينات 14 يقول اكتب متباينة القيمة المطلقة التي تمثل المسائل الآتية يجب أن تبقى درجة الحرارة داخل الثلاجة ثمانية سليزية بزيادة أو نقصة لا يتجاوز صفر بوين خمسة سليزية اكتب مدى درجة الحرارة المثالية في داخل الثلاجة يلا عيني هسا شنسوي يلا يا ماما رقم أربعة و أربعة عشر رقم أربعة عشر رقم أربعة عشر رقم أربعة عشر أول ما نجي شنسوي نقول نفرض درجة حرارة الثلاجة هي اكس نفرض درجة حرارة الثلاجة هي شنية؟ هي أكس زين أقول أكس أصغر أو يساوي من ثمانية زاعت صفر بوينت خمسة إنه بأقول أكس ناقص ثمانية أصغر أو يساوي من صفر بوينت خمسة إنه بأقول أكس أكبر أو يساوي من ثمانية أدخلها ناقص صفر بوينت خمسة بعدين شنقول أقول أكس ناقص ثمانية أكبر أو يساوي من ثمانية صفر بوينت خمسة زين إنه بشنقول أقول أقول سالب أقول سالب صفر بوينت خمسة سالب صفر بوينت خمسة أصغر أو يساوي من أكس ناقص ثمانية بعدين أقول أصغر أو يساوي من صفر بوينت خمسة هاي اماما بعدين اقول ارجحها مطلق اقول اكس زائد ثمانية اكس زائد ثمانية مطلق الاكس زائد ثمانية اصغر ويساوي من صفر بوينت خمسة هذا حل المسألة الاولى زين المسألة الثانية اللي هي خمسة عشر رقم خمسة عشر يقول لك درجة غليان الماء مئة درجة سليزية عند مستوى سطح البحر وتزداد وتنقص في المناطق الجبلية والوديان بما لا يتجاوز عشرين درجة سليزية اكتب مدى التذبذب في درجات الغليان الماء يلا يروحي هسه ش نسوي همات راح نفرض احنا من يقول هذا من يقول نفرض يعني اي شيء اي مسألة احنا لازم نرفض لها احنا شنو لازم نرفض لها فاش اقول نفرض درجة الغليان اكس فاقول اكس اصغر ويساوي من مية زائد عشرين بعدين اقول اكس ناقص مية اصغر ويساوي من عشرين بعدين اقول اكس اكبر او يساوي من مية ناقص عشرين اقول اكس ناقص مية اصغر ويساوي من عشرين اقول سالب عشرين اصغر ويساوي من اكس ناقص مية اكس اصغر اصغر ويساوي من عشرين هناش راح اسوي قلنا اكس ناقص مية اصغر ويساوي من عشرين نقول و اكس ناقص مية اكبر ويساوي من سالب عشرين تمام زين هسا بعد عندنا المطلق نقول اكس ناقص مية هذا المطلق اكس ناقص مية اللي هو اكبر اصغر او يساوي من عشرين هذا الحل نعم نجي على رقم ستة عشر رقم ستة عشر يقول حل متباينة عادية مطلق اكس زائد ثلاثة اصغر من ستة اقول اكس زائد ثلاثة هنا اصغر من سالب ستة واصغر من ستة ها عيني زين هسا شا اقول اقول اكس زائد ثلاثة ناقص ثلاثة ناخذ النظير الجمعي اصغر نقول سالب ستة ناقص ثلاثة اصغر من ستة ناقص ثلاثة هاي وهي هاي راحت سالب تسعة اه الاكس واصغر ستة ناقص ثلاثة ثلاثة مجموعة الحل اكس حيثو نقول سالب تسعة اصغر من اكس واصغر من ثلاثة وست القوس ها عيني هذا الحل رقم ستة عش ننتقل الى سبعة عش يقول لك اثنين زت ناقص خمسة اصغر من الثنين اثنين زت ناقص خمسة اصغر من الثنين اقول مطلق الاثنين زت انزلها اصغر انقل الاخمسة تصير موجب خمسة اقول اثنين زت اثنين زت مو اثنين زت هاي 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 اثنين هاي اثنين زت هذا مطلق اثنين زت اصغر من سبعة اقول سالب سبعة اصغر من اثنين زت واصغر من سبعة نقسم على اثنين اقول سالب سبعة على اثنين اصغر من اثنين زت على سبعة اصور على اثنين أصغر من 7 على 2 إذا نقول سالب 7 على 2 أصغر من Z أصغر من 7 على 2 خلينا نكتب هنا مجموعة الحل Z سالب 7 على 2 أصغر من 7 على 2 وست القبس هذا الحل رقم 17 نجي على رقم 18 2 مطلق الأكس ناقص 7 أكبر ويساوي من 1 فشقول 2 مطلق الأكس أكبر أو يساوي من 1 زائد 7 2 مطلق الأكس أصغر أو أكبر ويساوي 1 زائد 7 ثمانية زين أقسم على 2 هاي بها 1 هاي بها 4 هاي وإيا هاي إذن مطلق الأكس أصغر أو يساوي من 4 مطلق الأكس مطلق الأكس أكبر سوري أكبر أو يساوي من 4 نطلع المطلق أكس أكبر أو يساوي من 4 أو أكس أصغر أو يساوي من سالب 4 هاي بها مطلق الأكس أكبر أو يساوي من 4 هاي مطلق الأكس أكبر أو يساوي من 4 مطلق الأكس أكبر أو يساوي من 9 مطلق الأكس أكبر أو يساوي من 9 هاي بها 2 مطلق الأكس أكبر أو يساوي przy 9 يساوي من 9 دعش Z أكبر أو يساوي من 10 أو دعش Z أصغر أو يساوي من رسالب 10 تمام معاني هيج زوت هذا الحل أقول listens ال 10 أصغر و يساوي الدعش على الدعش أو الدعش Z على الدعش كلها على الدعش أكبر و يساوي سالب الدعش على الدعش زين إذن Z أكبر و يساوي من واحد أو Z أصغر و يساوي من سالب واحد هذا كل راح زين مجموعة الحل ال S Z حيث Z أصغر و أكبر و يساوي من واحد اتحاد Z حيث Z أكبر و أصغر و يساوي من سالب واحد المجموعة الثانية اللي هي أقول Z يعني S و نقول و S نقول Z Z Z حيث Z Z Z Z حيث Z Z أكبر و يساوي من واحد اتحاد افتح قوس Z حيث Z Z أكبر و يساوي من سالب واحد و انتهت المسألة يلا يروحي هسه هذا 19 نجي على رقم 20 20 20 مطلق الأربعة على خمسة Z ناقص واحد أكبر من أربعة على خمسة يلا يا مامتي أقول أربعة على خمسة Z ناقص واحد أكبر من أربعة على خمسة أو أربعة على خمسة Z ناقص واحد أصغر من سالب أربعة على خمسة زين أقول 4 على خمسة Z أكبر من أربعة على خمسة زائد واحد أو أربعة على خمسة Z أصغر من سالب أربعة على خمسة زائد واحد ها يروحي فش أقول أقول أربعة على خمسة اenzلها أربعة على خمسة اenzلها Z أكبر من 9 على 5 أو 4 على 5 Z أصغر من هنا 1 1 على 5 1 على 5 Z هسه شا سوي هذي الأربعة على 5 والأربعة على 5 وهنا 9 على 5 وهنا يعني أقول 5 على 4 5 على 4 في نظير ضربي 4 على 5 Z أكبر من 5 على 4 في 9 على 5 هكي تلكم نظير ضربي أو أو أقول 5 على 4 4 على 5 Z أصغر من 5 على 4 في 1 على 5 هاي راحا يجي نختصر فش صارت صارت Z أكبر وهنا 5 وهنا 5 وهنا 5 9 على 4 أو Z أكبر من 1 على 4 نعم نعم إذن S يساوي Z حيث Z أكبر من 9 على 4 اتحاد Z حيث Z أكبر من 1 إلى 4 خلصة المسألة شوفوا شون هسا نجي على 21 21 هنا أعدي رسم ال 21 يقول أكتب متباينة تضمن قيمة المطلق يعني يريد بس متباينة شين هي المتباينة أقول من سالب 6 زائد 2 أقسمها على 2 يطلع لنا سالب 4 على 2 ويساوي سالب 2 ها بها وحدة هاي بها سالب 2 هاي هذا الحل زين إذن نصف قطر المجموعة الحل يساوي لنا 4 فأقول X زائد 2 وهنا سالب 6 زائد 2 أكبر أصغر من X زائد 2 أصغر من 2 زائد 2 زي هسا نقول X زائد 2 أصغر من 4 وسالب 4 نضير جمعي إذن المطلق هو بس يريد X زائد 2 أصغر من 4 هاي ال 21 نجي على ال 22 ال 22 قال من سالب 4 و2 إذن ش سوي أقول من سالب 4 يعني أقول 2 زائد سالب 4 على 2 ويساوي لنا سالب 2 على 2 ويساوي لنا سالب 1 ويساوي لنا سالب 1 زائد إذن أقول سالب 4 اللي هو سالب 4 سالب 4 نعم أصغر أو يساوي من X وأصغر أو يساوي من 2 هذا الحلم ولدها زائد فإذن نقول X زائد 1 أصغر أو يساوي من سالب 4 زائد 1 وهنا أصغر أو يساوي من 2 زائد 1 هنا سالب 3 أصغر أو يساوي من X زائد 1 أصغر أو يساوي من 3 إذن X زائد 1 أصغر أو يساوي من 3 هذا الحلم زي نجي عليه 23 23 بقتلنا 23 و 24 23 من سالب 2 و 4 من سالب 2 و 4 إذن أقول X أصغر من سالب 2 أو X أكبر من 4 إذن أقول 4 زائد سالب 2 على 2 و يساوينا 2 على 2 يساوينا 1 هذا قصبت 2 على 2 2 إذن أقول 2 إذن أقول أصغر من سالب 2 أو X أكبر من 4 إذن أقول أكس ناقص 1 أصغر من سالب 2 ناقص 1 أو أكس ناقص 1 أكبر من 4 ناقص 1 بعدين أقول X ناقص 1 أصغر من سالب 3 أو X ناقص 1 أكبر من 3 إذن أقول المطلق X ناقص 1 أكبر من 3 هاي المعادلة القصد يعني المتباينة زي هسا ننتقل المعادلة إلى رقم 24 وهي آخر وحدة رقم 24 هنا من سالب 4 أو سالب 2 إذن شا سوي من سالب 4 أو سالب 2 أقول X أصغر أو يساوي من سالب Genesis 4 أو X أكبر أو يساوي من سالب 2 زي بعدين شا اقول آآ من سالب 4 أقول اصغر و يساوي من سالب الـتم być زائد 3 أو X زائد 3 أكبر و يساوي من سالب 2 زائد 3 إذن أقول x زائد 3 أصغر أو يساوي من سالب 1 أو x زائد 3 أكبر أو يساوي من 1 إذن أقول x زائد 3 أصغر أو يساوي من 1 هاي المتباينة المطلقة